وإن نظرت إلى الأرض الممهدة التي تسلكها عابرة تنظر إلى الأنهار والبحار والصمار يانع والله جل في علاه جعل هذه الأنهار علامة على فضله وعلى قوته قال الله جل في علاه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعل لكم تشكرون هذه آية من آيات الله جل في علاه تمهيد الأرض التي لا تميد ولا تضطرب ولا تتحرك آية من آيات الله جل في علاه يتعاظم بها محبة الله في قلب العبد المؤمن الذي يتدبر في خلق الله وفي آلاء الله وفي آيات الله فإن الله يحب لجماله وانظر إلى جمال الخلق فيك أنت وأنت تمشي مستويا وتنظر إلى هامتك ووجهك وإلى عينك وسمعك وبصرك قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون فهذه آية من الآيات أيضا التي تجعلك تزداد محبة لله جل في علاه إذن يحب الله لكماله لجماله لقوته وقدرته وجبروته ترجمة نانسي قنقر